أسست زيارة الرئيس العرقي إلى المملكة العربية السعودية لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين كانت قد بدأت تسلك طريقة تهدئة بعد تنحي نور المالك عن رئاسة الحكومة وبعد اجتياح داعش لصحراء الأنبار ببلداتها ومدنها والوقوف عند الحدود الشرقية للمملكة وشكل انضمام العراق والسعودية في التحالف الدولي ضد الإرهاب مناسبة لإعادة النظر في الكثير من الملفات الساخنة التي كانت سببا في توتر العلاقات بين البلدين وسينعكس اللقاء بين الملك عبدالله ومعصوم على محاور إقليمية عدة قد تشهد فراجا وخصوصا على خط طهران والرياضة وإفراجا عن الشيخ نمر النمر الذي وعد معصوم بمناقشة قرار أعدامه بناء على طلب شخصيات عراقية رفيعة ولم يذكر بيان الرئاسة العراقية ما إذا كان الرئيس قد ناقشا بلف النمر مع الملك عبدالله لكن ثناء الملك السعودي على مرجعية الإمام السيد علي السستاني الرشيدة ترك انطباعات إيجابية حول الدور الذي يمكن أن يلعبه العراق في تطبيع العلاقات السعودية مع إيران التي أكدت اليوم أن القيادة الإيرانية تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي وأنها ردت عليها برسالة جوابية أكدت فيها استعداد إيران للتوقيع على الاتفاق النووي وفقا لمجموعة من الشروط الإيرانية بينما لا تزال الضبابية تخيم على أجواء المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى أصدر الموقع الرسمي الإمام الخامنائي بيانا أشار خلاله إلى موقف سماحته المؤيد للتوقيع على الاتفاق النووي والأمور التي يؤكد عليها في المفاوضات في وقت أكدت فيه طهران أن الجمهورية الإسلامية تسلمت فعلا رسالة خطية من الرئيس الأمريكي وقد ردت على ذلك وكشف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الرئيس باراك أوباما راسل القيادة الإيرانية عدة مرات خلال السنوات الأخيرة وقد ردت عليه طهران وأعلنت موقفها من واشنطن وأكد الإمام الخامنائي أن إيران تريد من خلال التوقيع على اتفاق النووي إلى أغلاق الملف الذي يسعى الأعداء إلى إطارة آمد الخلافات بشأنه والتغلب على الصعوبات التي تواجهها إيران للتنمية والتطوير كما أكد سماحته دعمه للخطوات التي تتبنىها الحكومة لحل الخلافات النووية مع الحفاظ على المبادئ ودفع شر الاستكبار العالمي ومواجهة الدعايات الضالة التي يقوم بها الاستكبار ضد إيران أهمية أن تكون علاقات إيران مع وكالة الطاقة الذرية علاقات طبيعية وأن تقوم إيران بتطوير علاقاتها مع المجتمع الدولي إلى ذلك أكد الرئيس الإيراني حسن روحان اليوم أن إيران قدمت التنازلات الكافية في المحادثات النووية وأن المشاكل الداخلية التي تعاني منها دول خمسة زاد واحد لا ترتبط بإيران وفي برلين أكد وزير الخارجية الألماني أن مواقف إيران والقوى العالمية لم تكن يوما قريبة من بعض إلى هذا الحد وأن على الجانبين استعي للتوصل إلى اتفاق في المهلة المحددة كما أكدت موسكو أن المفاوضين وصلوا إلى نتائج مهمة خلال المحادثات وبينما أكدت طهران اليوم أن المباحثات النووية مع القوى العالمية ستستأنف في مسقط بعد ستة أيام كتبت صحيفة ورستر جورنال نبأا أكدت فيها أن المحادثات النووية سيتم تمديدها وأن الجانبين سيصلان لاتفاق بهذا الشأن وفي موضع آخر عرضت إيران لغطات لطائرة تحلق في الجو تم تقديمها على أنها نسخة من طائرة بدون طيار أمريكية تمكنت إيران من إنزالها قبل ثلاثة أعوام وفي مشهد من نحو ثلاثين ثانية ظهرت طائرة مثلثة الشكل تحلق في الجو يتم تصويرها من الأرض ومن طائرة هلوكوبتر وقد أكد العميد أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري أن الطائرة التي نسخها المهندسون الإيرانيون نجحت مؤخرا في أولى تجارب التحليق